اشترطت مؤسسة النقد العربي السعودي سامة على المصارف وشركات التأمين وشركات التمويل التعامل مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة أوضحت المؤسسة في تعميم صادر لها مؤخرا التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعي لإشراف ورقابة مؤسسة النقد حيث تعد احدى الفقرات الواردة في تعميم سابق ليصبح الزاما على البنوك والمصارف وشركات التأمين التعامل مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة ننضمني في الاستوديو المقيم العقاري المعتمد الأستاذ خالد الجاسر حقيق الله أستاذ خالد الله أحييك الزعلين علي العقاريين لا إن شاء الله ما يجي من الزعل بالعكس تتخدمون هذا القطاع نجيب كذا ونجيب كذا لا أتخذ راحتك طيب المقيمين المعتمدين وش السالفة الآن يعني الآن كأنها فرجت لكم كانت مشكلة من أول وفرجت الآن أو لا لا هم يمشون بسم الله الرحمن الرحيم سعيد في اللقاء معكم برنامجكم الرائع القضية كانت أصلا أن هيئة السعودية المقيمين المعتمدين بدأت في برنامجها التدريبي المرحل المراحل وهي تحت برنامج معين استمرت إلى فترة معينة حتى أخرجت الناس مؤهلين معتمدين ثم تركت لهم المجال للتأسيسهم في سم التأسيس الصحيح ثم طالبت الجهات المعنية سواء كان قطاع خاصة أو قطاع عام بأن تأخذ تقييمكم من الجهات المعتمدين حتى تحمي السوق السعودي من تلاعبات اللي قد تحدث أو من جهل المقيم السابق لم يبني تقييمه على أساس علمية صحيحة أنتوا تبنون تقييمكم للعقار أو للمنشأة يعني بشكل علمي مدروس طبيعة الحال وتحاسبون إذا صار فيه تلاعب أو كذا طبيعة الحال نحن مطالبين أمام الجهات المعنية وهي السعودي المقيمين المعتمدين والتابع لوزارة التجارة مطالبين أن تطبق الأنظمة والمعايير التي اعتمدت كأسلوب لتقييم العقارات وإضافة إلى هناك أيضا أخرى مسألة تقييم غير العقارات وهي تقييم وهناك برنامج جديد وهو الآن في الأفق شيئا في شيء قعد سيخرج إن شاء الله وهي تقييم المنشأة الاقتصادي واللي أنا أيضا حتى الآن أعمل في هذا المجال طيب في موضوع اسم الشركات المهنية هذه الشركات المهنية قضيتها لم تحل أظنها في الشورى وش القضية هذه بس أبقى توضحها لي بسهولة أكبر مشكلة يواجهها نقول للشورى وش المشكلة الموجودة وهم بإذن لا يسعوا له طيب قد تكون في الشورى قد تكون في هيئة الخبراء المهم أن هي تحتل الاعتماد ولكن سنوات طويلة لم تعتمد حتى الآن وشي؟ هي الآن أي مهنة يتحتم حتى التزاول المهنة أن تحصل على سجلات الرسمية ومزاولة هذه المهنة ممتاز في نظام الشركات المعتمد في وزارة التجارة مثلا يجب أن يكون هناك شركين أو أكثر حتى تتحقق مبدأ الشراكة استثنية من مقام مجلس الوزراء أن من الممكن أن يكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تؤسس من شريك واحد يعني استطيع النفسي أنا من شركة ذات المسؤولية أسوي لي شركة أسوي لي شركة لم يستثنى ولم يأخذ باعتبار الشركات المهنية يعني إذا كنت حاصل على ترخيص مهني كمهندس أو طبيب أو مقيم أو أي مجال فيه تخصص مهني أيوة يجب حتى تستطيع أن تحول كيانك إلى شركة أن تحضر شخص حاصل على نفس التخصص وتجتمعون سويا وتحولون إلى الشركة يعني أنا رجال تاجر وأنت طبيب مثلا ممتاز نعم ما ممكن أن أفتح مستشفى لكن ممكن أن أفتح إذا تشاركت له لا حسب نظام التلخيص المهنية يجب أن تكون أنا طبيب وأنا أكون طبيب ثم نجتمع سويا لنأسس شركة هذا ماذا أدى إليه هذا القرار أدى إلى أن المؤسسات المهنية أصبحت صغيرة وأن الكينات الكبيرة تحتاج إلى خدمة المؤسسات المهنية تجد مثلا بنك يحتاج إلى رخص مهنية يشترط أن تكون شركة اليوم لكن واقع الحالة أنا لا أستطيع أن أدخل مثلا أنا أضرب مثال لا أستطيع أن أدخل مع البنك لأنه ينظر لي أنني مؤسسة ويطالبني أن يكون شركة أما بخيران الخيران هو أن أحضر شخص معتمد مثلي لدي رخصة مهنية وأنا أدخل شراكة معناته أجبرني النظام أن أدخل معي شركة وأنا لا أريد أن أكون عندي القدرة المالية لأن نأصل حقيا لوحدي صح أو أن البديل الآخر أن أبقى مؤسسة صغيرة في المجتمع صح طيب نحن نقول أن العقارين المؤتمدين وبعد هذا القرار نرجع له نعم يعني هذا الموضوع بيصب في صالحهم وفي ناس ممكن نقدر نقول أنه في ناس كانوا يدخلون في تقييم العقاري ما كان لهم دخل نعم صحيح out of the market الآن يعتبرون لازم يخرجوا من السوق هذول لأنهم بهذه الطريقة يعطون أرقام وتقييمات غير صحيحة لواقع السوق العقاري وهذا خطر على السوق نفسه وعلى خطر أقتصاد البلد أنت مين تتكلم عنه؟ المقيمين العقاريين ولا ناس يتتكلم في العقار أنا تتكلم عنه سابقا كان يقيم العقار من ناس ذوي خبرة أخذوها بواقع الخبرة مكتب عقار وصار عنده المام كميس والعقار وصار يقيم تقريبي ويعتمد على ذلك أتت هي السعودية المقيمين المعتمدين من خلال وزارة التجارة أتت وأسسات على أساس أن تخرج ناس أكاديميين صحة تعبين مهنيين يستطيعون تقييم العقار تحت أساس معينة علمية أنا أقول لك يعني بالتجربة لما يجي أكاديميين معتمدين يبي يضيعون الشغلة لأنه عندهم نظريات غريبة الشيبان اللي منول بالخبرة والله يعرف لك سعر المتر ذا وين فيه وكم بيوصل السنة الجاي لأن الرجال ذا بفلوسه تعلم الرجال جلس بالسوق وجلس وراح وزار وتعرف هذول أنا تصورني هم اللي بيفيدون السوق أكثر من الأكاديميين يمكن هذا بيزعلك بسعدي والله بقول كذا الجد لأنه أنا عرف جيبان أجيبك على هذا السؤال أنت الآن لديك قضية في المحكمة مثلا هل تعتمد على شخص الذي الآن أخذها بالخبرة لا إذن معناته قف عن ذلك هذا ما أقوله هناك السليب لا أقول أكاديميين يعني مدرسين بل أقول أكاديميين أخذوها عن تعليم أكاديمي وخذوها بخطوات مدروسة وآلية احتساب معادلات تقيقة وبالتالي أصبح هنا قيمة هذا الشخص بالأكيد رح تكون أفضل من أقرب إلى الواقع من القيمة التي ضعها الشخص أخذها بالخبرة طيب نتكلم عن التقييم العقاري أنتم ممكن تطلعون تقارير أن السوق العقاري مرتفع السوق العقاري نازل هذه تشتغلون عليها؟ لا هذه تشمم مؤشرات وهذه ليس دورنا نحن ولكن دور جهات معينة نحن نعمل فيها أنا كشخصي بشركتي أنا أعمل فيها ولكن كمقيم ليس دوري المقيم دورتي فقط أني أقيم تقيم العقار هذا على أي أساس؟ ليش أحتاجك؟ أنا تحتاج حتى أمرها الأمر هو اللي أعرف القيمة العادلة لهذا العقار في وقتنا وزمانه معينة لأننا ورث عندنا مشكلة نادي مقيم نعم هذه واحدة من الأشياء اللي لا أستفيد منك فيها؟ صحيح إلا أن تأتي بشخصك أو تأتي من جهة الحكومية الرسمية كان تلزمك المحكمة للسرشاد برأي أهل الخبرة في هذا المجال وبالتالي تحللنا القضية بهذا وتقيم فهذا جانب قانوني حتى يفضل نزاع في مسألة الإرث مثلا الأمر الآخر حتى تعرف أن فعلا القيمة السوقية لهذا العقار يسوى مليون وليس مليون وخمسمية كما ذكر البائع مثلا أو ذكر غيره فهو مستفيد أنت كمواطن إذا اختلفتنا والبائع نقدر نلجأ لكم حيننا الأثنين طيب يا هل تتفقون يعني أنا جيت قلت للبيت هذا ما يسوى له والله مليون أقل هو يقولي طيب أوكي نبي نروح للمقيم العقاري ويشوف صحيح فسيكون الاختلاف هنا من سيحدد المقيم العقاري فتختار مقيم ويختار مقيم ويأتي ثالث يأخذ من البط وسط أو يأخذ بتقسم على ثلاثة ولكن ليس لسه ما نزلت الشارع زين يعني على هالكلام مرة كويس بيصير شغلكم بس لسه ما نزلت لا موجدين بالسوق ولكن مؤسسة نقق قرار هذا النزل الجديد الآن هي اللي تؤكد ولا التعميم صادر من فترة طويلة لتؤكد على الجهات الرسمية والقطاع الخاص اللي تتعاملون إلا مع معتمد حتى يعطيك القيمة الصحية طيب إذا نقص المقيمين العقاريين بيكون فيها الشغل احتكار وبيكون عندنا مشكلة جديدة للعقاريين من جديد نرجع لغاطير يلي كيف الآن نقدر نقتنع أنه ما بيكون فيه نقص يعني فيه عندي وفرة في الرياض بس ما عندي وفرة في عرعر شو الدبه طيب هل عندك نقص الآن في مكاتب الهندسية؟ لا هل عندك نقص في الأطباء؟ لا كذلك الهيئة مقيمين أخرجت في الفترة اللي فات أكثر من 1200 مقيم 1200 هذا لو أخذنا فقط 50% منه وصبح 600 الآن مرخص في المملكة 600 مرخص في المملكة مملكة كبيرة يا شيخ نتكلم عن مدر رئيسي وقرى ونتكلم عن يعني في فترة بزيد العدد طبيعة الحال نعم وهو بزياد العدد يحتاج لكم مقيم عقاري وش لازم يسوي عشان يجيكم ويبدأ يشتغل هذا الشغل؟ هناك 16 دورة 16 دورة 16 دورة كم قيمتها؟ تختلف كل دورة بأخرى أيها؟ هذه 16 دورة حتى تصبح معتمد في السابق عند مرحلة تدريب أو ترتيب الوضع في مسعة مقيمين كانت تأخذ فيها في جانب المرونة حتى يستطيع أن يعلم السقن فيه شيء من مقيمين معتمدين ولكن الآن حتى تحصل عليه يجب أن تجتاز لشهادة باكريوس ويكون عندك خبرها 2000 ساعة وتجتاز وتجتاز أيضا مادة 103 وتجتاز المقابلة أجل الشيبان ما يقدرون يشتغل؟ بعد ذلك لسه ما قضينا ترى فكرة بعد ذلك تحصل على ماء الدمية وسعب حتى تكون معتمد وتحصل على الرخصة فإذا حصلت الرخصة تذهب يوزار تجارة استخدام السجل التجاري طيب وفي الموضوع ليس يعتبر بعض الناس أنه سهل وتحصل حاصل نقدر نقول أنه هذه الشغلة للشباب الصغار اللي توهم بالجامعة تنفع جدا لأنه أنت توك مقبل على الحياة فتقدر تأخذ الـ 16 دورة وتشتغل عليها وتقدر تتخلص بسنتين على فكرة واقعا لكن الشيبان خرص ممكن من الشيبان ليش لا؟ بالعكس عندنا من أخوات الفاضلات معتمدة أمرها يمكن 70 سنة وهي معتمدة مقيمة؟ مقيمة أمرها 70 سنة؟ نعم وين في؟ هذه في الغربية نريد نشوف لازم نأخذ إذا كان لك رغبة زواج لا 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 مو بزواج نريد نشوف المقيمة شون تشتغل المقيمة العقارية تخرج ميداني يجب أن تخرج ميداني ميداني؟ إذا كانت تصدر التقريب تقيم تلقى نفسه وتقيم تلقى نفسه نعم يجب أن تخرج ميداني طيب العقاريين بالطريقة السابقة البسيطة العادية اللي هو يعتمد على الخبرة نعم هذولا انتهى وضعهم طبعا هذا الآن يمنع من عم بات التعامل معهم لأنه كمقيمين ويستطيع كعقاري بكيف ومن المهم الذي يشارب الموضوع أنك يستطيع الشخص الذي تضرر من تقييم الماء إذا كان الاستناد للتقييم من شخص غير مخصص غير معتمد غير متخصص يحق له الطعن في الحكم الصادر ضده أمام الجهات الرسمية أنا والله شكر لكم مقدر أخي هناك نقطة قبل أسبق بهذا الأمر البند الآخر اللي نصت فيه مواسطة النقطة أنه يلزم الشركات التمويل والبنوك والمصارف وأيضا التأمين بأنه تشعر العميل بالتقرير لكن لم تنص على أنه يجب يشعر العميل قبل إتمام الصفقة لأنه إذا أشعر عبوش الفائدة تمت الصفقة صح يجب أن يشعر قبل إتمام الصفقة ويكون له الخيار بإما بإتمام الصفقة أو التراجع دون أدنى مسؤولية فاللي قاعد يحدث الآن حسب الخبر النزل أنه أشعر بالتقييم ما إيش استفدت إذا أنا وقعت عقد البيت وشريته أبي قبل أن أشتريه ما هو رأي الخبير بهذا التقييم أنا بيشوف حالات اشتغلت هالشغلة وصار عندهم مشكلة بسبب التقييم نبينتكلم معهم بإذن الله لأنه نبينشوف هم عندهم ملاحظات زي ملاحظاتكم هذه لتطوير الشغلة هذه لأنهما تورطوا بعضهم أنا شاكر لكم قدر أخوية المقيمة العقاري معتمة خالد الجاسر شكرا جزيلا لك سعيدة يا أخي الله يسعيد شكرا لك خالد الله يحفظك شكرا لكم